اسم قتاد بن النعمان وما أدراكم ما قتاد بن النعمان صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتى الإسلام شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتاد بطل فتى من فتيان الإسلام مجاهد حظيم أيضاً محب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتدت ابن النعمان له كرامة أيضا وله بركة من بركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتد ابن النعمان هذا هو الذي سالت عينه على خده في يوم أحد فردها النبي فعادت كما كانت بل أحسن مما كانت دخل ولده عبد الله بن قتادة ابن النعمان على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعنهم جميعا قال له من أنت دخل عبد الله بن قتادة على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فقال له من أنت قال أنا ألا تعرفني كل الناس يعرفون من أنا أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما ردي فعادت كما كانت لأحسن حالها فعادت كما كانت لأحسن حالها أنا ابن من سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما ردي فعادت كما كانت لأحسن حالها فَيَا حُسْنَ مَا عَيْنٍ وَيَا حُسْنَ مَا يَدِيْهِ وَيَا طِيبَ مَا يَدِيْهِ فَقَالَ عُمَرُوا إِبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ هَذَا يَتَوَسَّلُ إِلَيْنَ الْمُتَوَسِّلُونَ عرفتك وَمَنْ لَا يَعْرِفُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ الله أكبر مَنْ لَا يَعْرِفُ قَتَادَةَ لما أصيب في عينه وقعت عينه خرجت حتى سالت على الخد وهو يقاتل فقال له أصحابه انزعها ألقها شلها اطعها وكمل القتال فقال لا حتى آتي رسول الله فجاء إلى النبي والعين على الخد والدم ينزل فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذها النبي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وردها مكانها وقال اللهم إن هذا رد عن رسولك فرد عليه عينه فعادت كأحسن مما كانت قيل إنه كان إذا أصابه رمد داء في العين العين التي كانت سليمة هي التي يصيبها الرمد وهذه لا يصيبها رمد لأنها ردت بكف المصطفى أيما ردي ترجمة نانسي قنقر